تحت رعاية معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس نواب أقامت الأمانة العامة لمجلس نواب حفل توزيع جائزة تمكين ذوي العزيمة 2024 والتي أطلقت بتوجيهات رئيس المجلس حيث تأتي هذه الفكرة ضمن الجائزة ضمن جهود مملكة البحرين الحضرية في دعم أصحاب الهمم وذوي العزيمة وإبراز قصص النجاح وإسهاماتهم المتميزة في بناء المجتمع في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه مبادراتهم مشاريع وإنجازات حققها ذوي العزيمة بإصرارهم ورغبتهم في تحقيق كيانهم في المجتمع وكان لهم ما أرادوا وههم اليوم يحصدون ثمرة جهودهم المتواصلة من خلال الفوز بجائزة مجلس النواب لتمكين ذوي العزيمة والتي كشفت عن إبداعات وأفكار خلاقة استطاع أصحابها حفر أسماءهم على مستوى العالم هذه الجائزة صارت العام وتكلت بالنجاح الحمد لله السنة أدناها بطريقة منظمة أكثر من العام وأتمنى التوفيق لكل المشاركين فعلا هم جزء جزء من هذا المجتمع ونحافظ عليهم قد ما نقدر لأنهم فعلا جزء مننا وأنا صراحة داخليا مبسوط لأن شفت المهارات وشفت الفن اللي عندهم صراحة يمكن يتساوى ويزيد على الرجل العادي مثل هذه الفعاليات والبرامج تأكد أن مجلس النواب بالتعاون مع السلطتين يعني متواجد دائما بالقرب منهم ويعني حاس فيهم يعرف أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم اليوم أكدوا من خلال اللي شفناه اليوم من الجوائز اللي حصدوها من الأرقام من الميداليات الذهبية من الكؤوس من تواجدهم حتى الدولي إنهم أشخاص يعتمد عليهم وإنهم أشخاص فعلا متواجدين لحمل راية البلد في كل المحافل اللي قدروا يوصلون إليها مجلس النواب يخصص جوائز لأصحاب الهمم والجامعة الأهلية الحمد لله اليوم فازت بأحد هذه الجوائز لأن الجامعة الأهلية منذ البداية ومنذ إنشائها تؤمن بضرورة الاهتمام بهذه الفئات وفئة الحجاجة الخاصة أو ذوي الهمم هي فئة مهمة نستطيع أن نحول صاحب الحجاج الخاصة وصاحب الهمم إلى جزء مهم في المجتمع لأن لديهم إمكانيات يجب اكتشافها هذه الجائزة التي انطلقت لترسم حلم ذوي العزيمة وتنقلهم إلى واقع حقيقي يقدر جهودهم وإبداعاتهم ويعزز بداخلهم روحة تنفسية بل ويشجعهم على تقديم المزيد من المبادرات والبرامج النموذجية والمتميزة كان هذا الفوز يعني كان بشي بسيط الحمد لله كان بجهد واجتهاد لأن أنا كوني في مجال الغانوني بحكم تخصصي في مجال الغانوني تخصص دراسي شفت أنه فيه ثقرات فيه قصور في المجال الغانوني فكانت المبادرات هي يعني المبادرات الدعمة في المجال الغانوني والعدلي والغضائي ليش؟ لأن نحن نكفل حقوق الأفراد من فئة الصم نضمن لهم حق العدالة وحق التقاضي وأيضا حق التقافة القانونية يسعدنا أن يكون لنا مشاركات وإدماج في المجتمع وتسليط الضوء على إبداعات ذوي العزيمة وقدراتهم وإبداعاتهم في المجتمع يعد فوز برنامج إشارة والذي تم تقديمه على تلفزيون البحرين كأول برنامج لفئة الصم ويطرح العديد من المواضيع التي تخدم هذه الفئة كانت تجربة أكثر من رائعة سعيدون بفوز البرنامج سعيد جدا في النجاح الذي حققه البرنامج وكل ما قدمته وزارة الإعلام لإنجاحه حيث حقق البرنامج نجاح لافت وهي بحق فرصة جيدة لنا كأول مقدمين برامج من فئة ذوي الصم وطن يحتضن أبناءه من ذوي العزيمة ويضمن حقوقهم ويمكنهم من الاندماج في المجتمع ليكونوا قادرين على استثمار قدراتهم وإمكانياتهم في جميع جوانب الحياة هذه هي أهم الأهداف التي حملها مجلس النواب على عاتقه فأطلق هذه الجائزة لتكون عيقونة في تحفيز ذوي العزيمة وزيادة التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتحقيق تحسينات مستدامة في حياتهم قصص نجاح وإسهامات متميزة في بناء المجتمع قدمها صناع الأمل وحققوا من خلالها نجاح ملموسا في مختلف المجالات بدعم كبير من مؤسسات المملكة المختلفة لدوي العزيمة للدفع بهم لاستثبار طاقاتهم وإمكانياتهم في جميع جوانب الحياة خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر